اشتركوا في القناة الوضع الحسينية المقدسة تعرضت لحرب شعواء لو كان الوضع وضعا طبيعيا وشخص لا يصر مؤمن لا يصر على الشعار الحسينية من حقه وضع طبيعياتي أنتم تقولون أنها من المستحبات لا داعية لهذا الإصرار قد يقبل هذا الكلام ولكن عندما تمارس حرب شعواء بكل السبل ضد العديد من الشعار الحسينية المقدسة ألا يجب لا أتكلم عن وجوب شرعي وإن كان لذلك أيضا وجه الكلام ليس عن ذلك ألا يجب على المؤمن أن يتصدى لهذه الشعار المباركة أن يقف أمام هذه الحرب الشعواء حرب حرب وترتكب في هذه الحرب أبشع الجرائم أسوأ القبائح المؤمن يتهم المؤمن يضرب المؤمن يسجن المؤمن يعذب يدخلون على بيوت المؤمنين وهم عند نسائهم نساء كاشفات الرأس في دورهم يدخل عليهم شخص لماذا؟ لأن هذا الرجل رجل اشترك في شعيرة التطبير مثلا هكذا جرائم ترتكب حرب حرب يعني علماء يتهمون فقهاء يسفهون فقهاء مقدسون في قمة درجات الفقاهة يرمون بالخرافة خرافيون يصبحون هذه خرافات مؤمن يتبع مرجعا مقدسا يرتبع مراجع مقدسين أفتوا باستحباب هذه الشعائر المؤمن واجبه اتباع هؤلاء الفقهاء واجبه أصلا هو يأدي واجبه هذا الفعل يرمى بالخرافة أصلا المؤمن عنده طريق آخر غير اتباع الفقهاء المقدسين الجامعين للشرائق وقد أفتى فقهاء وفقهاء وفقهاء جامعون للشرائط باستحباب هذا العمال خذ عليك من الشيخ الأنصاري وقبل الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا أفتوا باستحبابها شيخ لنصاري فقيه جامع للشرائط المجدد الشيرازي فقيه جامع للشرائط الميرزا محمد تقيج فقيه جامع للشرائط سيد محمد كاظم اليزدي فقيه جامع للشرائط الميرزا النائني فقيه جامع للشرائط المحق العراقي فقيه جامع للشرائط أمثال هؤلاء الفقهاء أفتوا إلى يومنا هذا الفقهائنا في هذا الزمن كم من الفقهاء أفتوا باستحباب هذا الشعار المقدس بتفاصيلها بمفرداتها هذا المؤمن يعمل حسب فتوى هؤلاء الفقهاء أنت سفيه أنت خرافي تعمل أعمال خرافية أنت مبتدع تعمل أعمال بدعة يعني أنت هك حرمات حرب حرب شعواء على كل السبول هذه الحرب لا تحتاج إلى مجابهة أنا أعتقد وقلت هذه الكلمة قبل لعله سنتين أو ثلاث سنوات أنه لولا قيام بعض المؤمنين بعض العلماء بالدفاع عن هذه الشعار المقدس لنزل العذاب وذكرت وجه ذلك حرمات الدين تنتهك ولا أحد يقف هذا خطير جدا هذه حدود الدين مؤمن له حرمة المؤمن حرمته تنتهك ولا أحد يقف لا أحد يتكلم خطير هذا الذي يتكلم الذي يصر يؤدي واجبه الفقه الذي يقف للشعار الحسين يؤدي واجبه في هذا الزمن لأنه هناك حرب المؤمن من حق أحد أن يضربه ضربه خفيفة على يده لا حرم هذا خارج حدود جعلها الله سبحانه وتعالى المؤمن يؤذى المؤمن يتهم هذه ليست من المحرمات فكيف إذا سجن أنت من حقك أن تسجن مؤمنا دقيقة واحدة أبدا مؤمنون يسجنون يعذبون هذا المؤمن الموالي يحبا لسيد الشهداء جرح رأسه يصبون الملح على جرح رأسه هكذا حروب لا تحتاج إلى وقفة لا تحتاج إلى إصرار على الشعار الحسيني المقدسة لا تحتاج إلى أن يصرف الإنسان ساعات وساعات في الوقوف أمام هذه الحرب قطعا يحتاج نعيك عن الأمور الأخرى التي ترتكب يخرج أحد شخصياتهم قطعا بعضكم رأيتم سمعتم القضية بالسمرار يعني ليست قضية شخص واحد ولكن في كل سنة تتجدد هذه القضايا شخص من شخصياتهم يقول هؤلاء المطبرون كثير منهم لا يصلي الله أكبر كثير منهم يشرب الخمر الله أكبر الآخر يقول كثير منهم لا يعبد الله بالنص قال هذه الكلمة أنا سمعت الله أكبر أولا هذا مستوى كلام يناسب الشخص يدعي العلم لو فرض لو فرض أن عملا عمله مجموعة من الناس الذين يرتكبون بعض المحرمات بعض الموبقات هذا عذر أن نقول ذلك العمل أيضا غلط كثير من من يشرب الخمر صام في شهر رمضان يعني صيام شهر رمضان يصبح شيئا مبغوظا هذا منطق أصلا ما أكثر الناس الذين يرتكبون الموبقات وهم يؤدون بعض الأعمال المحبوبة يعني الأعمال المحبوبة تصبح أشياء مبغوظة يتصدقون في سبيل الله ويعملون الموبقات يجلس يغتاب الناس كذا ولكنه يتصدق في سبيل الله التصدق في سبيل الله يصبح شيئا مبغوظا لأن الشخص الذي اغتاب تصدق لا التصدق في سبيل الله شيئا محبوب هذا عمل الموبقة أو لم يعمل الموبقة هذا العمل التصدق في سبيل الله عمل المحبوب هكذا تقاس الأمور أصلا لأنه كثير من هؤلاء يعمل فرضا فرضا والعياذ بالله حسب ما يقول يعمل عمل من الموبقات فيصبح التطبير شيء مبغوظ ما هو الارتباط بين هذا العمل و ذاك العمل ثم لا تخاف من الله عز وجل ترمي مجموعة من المؤمنين الصالحين محبي سيد الشهداء صلى الله عليه بهذه الأمور راجعوا راجعوا ذاكرتكم الذين تعرفونهم من المطبرين أنا جالس في المسجد مكان مقدس وفي يوم المقدس يوم الجمعة وعلى هذا المنبر المقدس المنبر الذي يذكر اسم الإمام الحسين اسمه أهل البيت كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفي ساعة المقدسة بين الصلاتين والقسم بالله عز وجل له مكان له احترام في هذا المكان في هذا اليوم في هذا الساعة قسما بالله تعالى والله وبالله وتالله لا أتذكر من المئات من المطبرين الذين أعرفهم أنا أنا أعرف مئات من المطبرين معرفة شخصية والله وبالله لا أتذكر واحدا منهم لا يصلي لا أتذكر واحدا منهم من المئات بالله لا أتذكر واحدا منهم يشربوا الخامر والله وبالله وتعرفون أنا لا أقسم بالله حز وجل لا أقسم بالله أساسا شيء غير محبوب إلا في الأمور المهمة يشربون الخامر لا يصلون لا تخافون من الله راجعوا أنتم راجعوا المؤمنين راجعوا أذانكم كم من المؤمنين تعرفونهم يشتركون في هذه الشعيرة المقدس من منهم يشربوا الخامر من منهم لا يصلي وناس متدينون الآخر يقول لا يعبدون الله الله أكبر وناس متدينون حب سيد الشهداء يغلي في قلوبهم يجرح رأسه وجرح الرأس ليس سهلا شيء صعب له تبعات يتحملون كل التبعات لماذا يتحمل هذه التبعات حبا لسيد الشهداء هذا الشخص يقال له هكذا كلام في يوم القيامة هذا الرجل وأمثاله يأتي كم مليون شخص يقفون بوجهه من المؤمنين كم مليون مؤمن يقفون بوجهه إلهنا هذا اتهمنا بأننا لا نصلي بأننا نشرب الخامر العياذ بالله يتحمل في يوم القيامة في يوم القيامة أنت لا تتحمل شكوى مؤمن واحد هؤلاء المؤمنون الصالحون بعضهم عدول تتمكن بكل ارتياح أن تصلي خلفه تقتدي به بعضهم فقهاء مجتهدون جامعون للشرائط هؤلاء لا يصلون وأنتم تعرفون بعض هؤلاء ملتزم لا أقول بالصلاة ملتزم بصلاة الجماعة في كل الصلوات الفراض اليومية يعني حتى صلاة الصبح يحضر جماعة يقطع مسافة حتى يحضر صلاة الجماعة كثير منهم قطعا ويقينا وأنتم تعرفون وأنا أعرف لا يتركون صلاة الليل يعني تمر سنة كاملة لعله الليل واحد لا يترك صلاة الليل وإن حدث له الظرف ما تمكن أن يصلي صلاة الليل يقضي صلاة الليل وتعرفون بعضهم وأنا أعرف بعضهم هؤلاء لا يشربون الشيء المشتبة فكيف والعذب الله بالحرام تلمهم هكذا بكل سهولة هؤلاء يأتون يوم القيامة يشتكون عليك تتحمل ناهيك عن أنه إذا أراد سيد الشهداء أن يقف بوجهك العياذ بالله هؤلاء قدام سيد الشهداء بالنتيجة هؤلاء محب سيد الشهداء لا أعلم سيد الشهداء ماذا يصنع يوم القيامة إذا أراد أن يقف بوجهك فويل لمن شفعه وخصمه هكذا حارب الشعواء تحتاج إلى وقفة أم لا تحتاج إلى أسرار أم لا في زمن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في زمن المجدد الشيرازي في زمن المرزم محمد التقي في زمن الآخوند الخراساني في زمن السن محمد كاظم اليزدي ما كان هذا الأسرار على الشعار الحسينية نعم لأنها ما كانت حرب القضية جدا طبيعية شيخ الأنصاري كتب كلمة واحدة فقط نعم مستحى مؤكد خلص المشى القضية جدا واضحة شخص يعمل عملا حبا لسيد الشهداء هذا يحتاج أصلا إلى فتوى عند الشيعة جدا واضحة القضية المجدد الشيرازي كتب كلمة خلاص الأنصاري كاتب كلمة فقط خضية جدا كانت واضحة ما كانت هناك حرب هذا الإصرار سببه هذا الحرب في إيران منع التطبير منعت بعض الشعار الحسينية بالطبع شيخ عبد الكريم الحائري المؤسس للحوزة العلمية اضطر أن يقف وقفه صارت حرب خرجت من الوضع الطبيعي الحكومة تدقلت توابع ذلك في العراق أستاذ الفقهاء أستاذ فقهاء النجف في زمنه المجدد النائني اضطر أن يصدر فتوى مفصلة القضية كانت طبيعية الحرب عندما تثار الفقيه يرى من واجبه أن يقف حرب على ماذا على شيء من بديهيات الدين الشعائر الحسينية من بديهيات الدين أنا لا أقول من بديهيات الدين فقهاء كبار يعترف بفقاهتهم كل الشيعة من الماضين حتى من الحاضرين يقولون القضية أصلا بديهية واضحة لا تحتاج فتوى أصلا أنت تحتاج أن تستفذي فقيها أن صلاة الصبح واجبة مثلا لا القضية واضحة بديهية نعم صلاة الصبح واجبة إذا سألت الفقيه يقول لك صلاة الصبح واجبة ولكن القضية بديهية واضحة الشعائر الحسينية شخص يعمل عملا مواساة مع سيد الشهداء مع أصحاب الإمام الحسين شيء بديهي أصلا لا يحتاج إلى استفتاء فقهاء قالوا هذه الكلمات لا أقوله أن قال القضية ما ذكره الميرز الناء أني بدرجة من الوضوح لا تحتاج إلى استفتاء هذه الكلام بعض الفقهاء صارت حار الأصرار على الشعائر الحسينية سببه هذا الحار هكذا كلمات تحتاج إلى مواجهة لا قطعا هذا الذي يرمي ملايين من المطبرين كم مليون في هذه السنة اشتركوا في هذه الشعيرة قطعا ملايين إن لم يكن عشرات الملايين قطعا ملايين اشتركوا في بلاد العالم كلها هكذا يرمى هذا العدد الكبير من المؤمنين الصالحين بهكذا تهم طبعا هذا الذي يرمي هؤلاء من السهل أن يرمي فقهاء أيضا يقولون هذا الفقه الذي يدافع عن الشعار الحسينية هذا عميل سهل الذي يرمي ملايين من المؤمنين بالتهم هكذا تهم كبير يشربون الخامر العياذ بالله لا يصلون لا يعبدون الله هذا من السهل أن يرمي فقهاء سهل كما يحدث على مرة تاريخ نعم إصرار على الشعار الحسينية وهو دون المستوى المطلوب تقصير في الإصرار على الشعار الحسينية عندنا تقصير كبير وقفاتنا قليلة لم تصل إلى الدرجة المطلوبة عين الإصرار حسيني حسيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر